حديقة أم الربيعين من أقدم المتنزهات في كاركوك احتضنت اليوم فنانين تشكيلين من مختلف المكونات استغلوا أجواء الربيع والسماء الصافية لرسم لوحات امتزجت ألوانها بخيالهم الواسع هذا التجمع رعاه البيت الثقافي في كاركوك الذي أكد أنه جاء ليحتوي الإيحاءات الأخرى للحملة الانتخابية التي انطلقت اليوم نحن نريد مع انطلاق الحملة الانتخابية أن نبعث برسالة أخرى للعراق والعالم بأن كاركوك هي عبارة عن مدينة السلام وتآخي وتعايش سلمي كل من يعبر عن فكرة وكلها تتجمع في خندق واحد أو خلي نقول في نهر واحد هو خدمة الثقافة الكاركوكية هذا رفض للسياسات التي يقسم الكاركوك إلى طائفية إلى معدد القوميات الفنانون ورغم ارتفاع ضجيج الحملات الإعلامية الخاصة بالانتخابات أشاروا إلى أن رسالة التعايش هي الأسمى والتي يشتهدون في إيصالها للعالم عبر أعمالهم في هذه التجمعات طبعا الفنانين مكافة القوميات والأديان ليست بادسة القوميات فحبينا أن نغني شارع الكاركوكي بهذه المشاركة يعني إحنا كفنانين جايين ما أننا علاقة بالانتخابات نهائيا يعني كل واحد مرشح وقد يكون ولا نداول إحنا فنانين هنا وعلمت الحرة أن هذه اللوحات سوف تعرض قريبا بالعاصمة بغداد لتجسد الألوان الفنية والإنسانية والتي ستكون خاصة بكاركوك وفنانيها جانب آخر من كاركوك وصورة مغايرة تجسد الأمنيات وتاريخ المدينة بألوانها الزاهية المتعددة سوران الداودي الحرة كاركوك اشتركوا في القناة